بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس الواحد والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان بن عبدالله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله وبياكم حياكم الله وبركاته كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن كتاب الجنائز عند قوله ويقرأ عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد من الأمور التي قال بعض العلماء إنها تشرع عند المحتضر قراءة سورة ياسين لأنها جاء في قراءتها عند المحتضر حديث رواه أبو داود وغيره وتكلم بعض العلماء في سنده فعلى كل حال إذا قرأ عنده هذه السورة فإنه لا ينكر عليه ذلك يرود الحديث بها وإن كان فيه مقال لأهل العلم لما في هذه السورة من التذكير بالآخرة وذكر الجنة وذكر النار وقد قال بعض العلماء إن قراءتها عنده مما يسهل عليه خروج الروح الله أعلم فهذه القراءة عند المحتضر الذي لم يمت وإنما هو في سياق الموت لما في قراءتها عنده على تقدير ثبوت شرعيتها لما في ذلك من منفعته بالتذكر وأيضا مما يسهل عليه الموت يسمع كلام الله سبحانه وتعالى ويعظم رغبته في الله عز وجل بالمغفرة ودخول الجنة فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل أما بعدما تخرج الروح فإن قراءة القرآن عند الجنازة أو عند القبر أو عند القبور أو قراءتها في محافل التأبين بأن يجعل يستاجر المقرؤون ثلاثة أيام أو أكثر بزعم أن ذلك ينفع الميت كل هذه أمور مبتدعة لا القراءة عند الجنازة ولا القراءة عند القبر ولا القراءة في أيام العزاء أو أيام التأبين كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله ويوجهه إلى القبلة مما يستحب اتخاذه مع المحتضر أن يوجه إلى القبلة أي إلى الكعبة المشرفة قوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأموات لأن يجعله على جنبه الأيمن متوجهان إلى القبلة أو على جنبه الأيسر إذا لم يتيسر جنبه الأيمن المهم أن يكون متوجها إلى القبلة أو يكون مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا حتى يكون متجها إلى القبلة هذا إذا تيسر أما إذا لم يتيسر توجيهه إلى القبلة فإن هذا ليس بواجب إنما يفعل مع إمكانه نعم قال فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه فإذا مات يعني خرجت روحه فإنه تغمض عيناه لأن المحتضر تجحض عيناه عند الوفاة قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر فيتبع البصر الروح عند نزعها ثم لا يرجع فلذلك يسن تغميض عينيه لألا يبقى جاحظ العينين فيدخلهم الهواء ويفسد البدن ولما في ذلك من تشويه الصورة صورة المسلم وشد لحييه لأنه ينفتح فمه بعد وفاته فيدخل الهواء ويفسد الجسم وكذلك يكون مشوها فتشد لحياه بأن يضم بعضهما إلى بعض ولو بأن يجعل له رباط أو ضماد ليمسك شد اللحيين ولا يبقى فمه مفتوحا نعم قالوا تليين مفاصله وخلع ذيابه تليين مفاصله بأن ترد بأن ترد يداه إلى صدره عدة مرات حتى يلين مفصل المرفق ومفصل الكفين ويرد ساقاه إلى فخديه عدة مرات حتى يلين المفصل لألا تتصلب المفاصل إذا تركت فإنها تتصلب أما إذا لينت المفاصل بردها عدة مرات فإن ذلك يكون أيسر عند تغسيله وتجهيزه نعم قالوا وخلع ثيابه كذلك مما يشرع لجنازة المسلم بعد وفاتها لا تبقى عليه ثيابه لأن في بقائها عليه سببا لأن في بقائها عليه سببا لفساد الجسم لأنها تحبس عنه الهواء فقد يتعفن الجسم فتنزع عنه الثياب وكما جرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ثم بعد تجريده من الثياب يسجى يعني يغطى بثوب ساتر لجميع البدن من رأسه إلى قدميه نعم قالوا ستره بثوب ووضع حديدة على بطنه ستره بثوب هذا معنى التسجيه يعني يغطى بثوب ضاف على جميع جسمه بعدما يجرد من ملابسه لأنه لأن ذلك أصلح للجنازة من بقاء الثياب عليها لأن بقاءها على جسم الميت يسبب تسارع الفساد إلى الجسم ويجعل عليه حديد أو شيء ثقيل على بطنه من أجل أن يمنع الانتفاخ انتفاخ البطن فيجعل على بطنه شيء ثقيل وأولى ذلك الحديد قد فعله بعض الصحابة نعم ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه ويوضع على سرير غسله السرير الذي يغسل عليه تهيئة للتغسيل بعدما يجرد من الثياب ويسجى بالثوب يوضع على سرير الاغتسال وتجعل رجلاه أخفض من من أعلى جسمه منحدرا يعني تكون رجلاه منحدرتين عن أعلى جسمه من أجل أن يخرج منهما هو مستعد للخروج من جوفه قبل تغسيله ويكون متجها إلى القبلة نعم قال وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة استحبوا الإسراع لتجهيز الميت من تغسيله وتكفينه ودفنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإسراع تجهيز الميت إلى قبره وقال لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله وقال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحا فخيرا تقدمونها إليه وإن تكون غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم أو استحبوا الإسراع بتجهيز الميت وإيصاله إلى قبره لا يبقى لا يبقى محبوسا عن التجهيز والدفن لما في ذلك لما في ذلك من المفسد على الحي والمفسد على الميت إلا إذا دعت حاجه إلى تأخير تجهيزه كأن يموت فجأة فإنه لا يسرع بتجهيزه خشية أن لا يكون حيا قد يكون حيا وأصابه غشية ثقيلة وأصابه إغمى أو فقد الوعي ثم يزول ذلك ويعود إلى الحياة كثيرا ما يقع هذا فينتظر إذا مات فجأة كحريئة غرق أو هدم أو سقوط من من أعلى أو من شاهق فإنه لا يبقى أو إنه أصابته سكته فإنه لا يسرع بتجهيزه خشية أن يكون على قيد الحياة وأن تعود إليه الحياة فلأجل التأكد من موته ينتظر وكذلك لو دعت حاجة إلى معرفة سبب الوفاة من قبل رجال الأمن خشية أن يكون مات بقتل أو بسم أو غير ذلك فينتظر حتى يتثبت من سبب الوفاة بأن يعرض على أهل الطب ويشخص سبب وفاته وكذلك مما يسوغ تأخير التجهيز انتظار من يأتي للصلاة عليه ويدعو له من أقاربه الذين يحتاجون إلى من يبلغهم كأن يكونوا في آخر البلد أو خارج البلد بمسافة فينتظرون حتى يحضروا للمشاركة في دفنه والصلاة للمشاركة في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه فهذه مسوغات لتأخير تجهيز الميت أما إذا لم يكن شيء من هذه المسوغات موجودا فإنه يبادر لتجهيزه ودفنه نعم في من هذا الزمان شيخ سيبقى هذا الذي ذكرتم آخرا لدعوة أقاربه من بلاد أخرى الصلاة عليه هذا إذا كان الحضور سريعا لا بس أما إذا كان الحضور يستغرق أيام أو يستغرق مدة فهذا لا يجوز أما في الوقت الحاضر وسائل النقل السريعة فالانتظار يكون يسيرا والمسافات الآن متقاربة كان يؤخر من الظهر إلى العصر مثلا لا بأس بذلك لا بأس بذلك وإن كان إلى غد وإن كان إلى غد لا بأس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخر توفي يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام ولم يدفن إلى ليلة الأربعة نعم حسن الله إليك قال رحمه الله وإنفاذ وصيته وذلك مما يستحب الإسرع به إنفاذ وصيته إذا كانت وصية شرعية كأن تكون بحقوق عليه للناس فيبادر بإيصالها إلى أصحابها كأن يكون عنده وداية للناس أو عليه ديون فيبادر بإنفاذ وصيته بذلك وكذلك وصيته المستحبة وهي الوصية بشيء من ماله بعد وفاته يبادر بتنفيذ ذلك ليصل إليه نفعها نعم قال ويجب في قضاء دينه إذا كانت الوصية في قضاء الدين فإن الأمر لا يبقى على الاستحباب فقط بل يترقى إلى الوجوه فيجب إنفاذ وصيته بالدين الذي عليه ويبادر بذلك لأن الله سبحانه وتعالى قدم الدين على الوصية وعلى الإرش قال سبحانه وتعالى لما ذكر الموارث من بعد وصية يوصي بها أو دين والدين مقدم على الوصية وذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية لأن الدين حق واجب عليه وباق في ذمته أما الوصية فإنها تبرع منه والتبرع لا يصح إلا بعد تسديد الواجب الذي في ذمته نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فارض كفاية غسل الميت الذي هو تعميم جسمه بالماء الطهور بعد وفاته هذا فرض كفاية فرض يعني واجب كفاية يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي وإذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثمون فيجب تغسيل الميت على عموم من علم بحاله من المسلمين فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية وإذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثمون لأنهم تركوا واجبا عليهم لأخيهم فلا يجوز دفن الميت المسلم بدون تغسيل إلا ما يأتي من استثناء الشهداء فتغسيل الميت من جملة فروض الكفايات فروض الكفايات يقولون المقصود وجود الشيء المقصود وجود الشيء فالنظر إلى وجود الشيء المطلوب دون نظر إلى من يقوم به أما فرض العين فالمقصود منه إيجاد الواجب مع النظر إلى من يقوم به أما فرض الكفاية فهو المقصود منه وجود الحكم الشرعي دون نظر إلى من يقوم به من المسلمين نعم وكذلك تكفينه تكفينه واجب على المسلمين بأن يستر بما تيسر من الثياب جميع جسمه مع الإمكان يستر جميع جسمه مع الإمكان ولا يترك عاريا أو يترك شيء من جسمه مكشوفا مع القدرة على ستري فتكفينه أي ستره واجب كفاية على من علم بحاله من المسلمين ولو ترك بدون تكفين أثم كل من علم بحاله ولم يقم بهذا الحكم الشرعي نعم قال والصلاة عليه ودفنه وتكفينه إن كان له تركة إن كان له تركة فإنه يكفن من تركته وإن لم يكن له تركة فإنه يكون تكفينه في بيت مال المسلمين فإذا لم يتيسر تكفينه من بيت المال فإنه يجب على من علم به من المسلمين أن يكفنه ولا يترك بدون تكفين نعم قال والصلاة عليه ودفنه كذلك الصلاة على الميت فرض كفاية يجب أن يصلى عليه دون نظر إلى نوع من يصلي عليه بل المقصود وجود الصلاة عليه صلاة صحيحة شرعية فإذا وجدت ممن هو أهل للصلاة عليه سقط الفرض وبقي في حق الباقين سنة وفيها أجر عظيم أما لو ترك المسلمون الصلاة على مسلم فإنهم يأثمون بذلك نعم قال ودفنه كذلك دفنه بما يواري جسمه عن الناس ويمنع خروج الرائحة ويمنع وصول الكلاب إليه والحيوانات حرمة لجثته وصيانة لها دفنه فرض كفاية على المسلمين فلا يترك بدون دفن فإذا قام به من يكفي ودفنه على الوجه المشروع حصل المقصود وإذا لم يقم بذلك أحد فإنه الجميع يأثمون حتى يدفن على الوجه الشرعي نعم قال وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده أولى الناس بأن يتولى تغسيل الميت وصيه فإذا أوصى بأن يغسله فلان فإنه أولى من غيره وفي هذا تنفيذ لوصية الميت فإن لم يوصي بمن يغسله فيغسله أبوه أقرب الناس إليه ثم جده لأن الجد أبوه ثم الأقرب فالأقرب وإذا غسله أحد من غير أقاربه من إخوانه المسلمين أجزاء ذلك لكن الكلام في الأولوية لا في الإجزاء الكلام في الأولوية نعم قال ثم الأقرب فالأقرب من عصابته ثم ذو أرحامه نعم كل أقاربه سواء قرابة عصبة وهم الأقارب من جهة الأب أو الجد أو جد الجد هؤلاء عصبة أو الأقارب من جهة الأم كالأخوال والخالات كالأخوال يعني وأبناء الأخوال وأعمام الأم وأبناء أعمام الأم هؤلاء يقالوا لهم ذو الأرحام هم أقارب لكنهم من ذو الأرحام نعم قال وأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها علمنا الرجل يغسله الرجال نعم والمرأة يغسلها النساء ولا يجوز للنساء أن تغسل الرجال إلا الزوجة كما يأتي فإنها تغسل زوجها نعم ولا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولو كان من أقاربها ولو كان ابنها أو أباها أو جدها لا يجوز له أن يغسلها إلا الزوج فله أن يغسل زوجته كما يأتي ويقدم كما ذكر المؤلف الوصي بالنسبة للرجل أو للمرأة ثم أو ألعاب ثم الجد هذا بالنسبة للذكر أما بالنسبة للمرأة فيغسلها أقرب النساء إليها على الترتيب نعم قال وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها القربى فالقربى من نسائها من أمهاتها أو أخواتها أو خالاتها أو عماتها نعم قال ولكل من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته لكل من الزوجين غسل صاحبه فللزوج أن يغسل زوجته كما غسل علي رضي الله عنه فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم والمرأة والمرأة تغسلوا زوجها كما غسلت أسمع بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه فلكل من الزوجين أن يغسل صاحبه وكذلك السيد المتسري بمملكته له أن يغسله أما إذا لم يكن متسريا منها فلا يجوز له أن يغسلها وإنما تغسلها النساء فمجرد الملكية لا يجعل المالك يغسل مملكته وإنما التسري لأن التسري يشبه الزواج وإذا كان للزوجين أن يغسل أحدهما صاحبه فكذلك التسري نعم قال ولرجل وامرأة غسلوا من له دون سبع سنين فقط يشترك الرجال والنساء في تغسيل الصغير الذي له دون سبع سنين أما ما بلغ السبع فما فوق فالذكر يغسله الذكور والأنثى تغسلها الإناث كما سبع أما ما دون السبع فإن لكل من الجنسين تغسيله فقد غسل النساء إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دون السبع نعم قال وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل إذا مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة له أو العكس ماتت امرأة إذا ماتت إذا مات رجل بين نسوة ليس منهن زوجة له أو ماتت امرأة بين رجال ليس منهم زوج لها ففي هذه الحالة كما سبق لا يجد للرجال تغسيل النساء ولا يجد للنساء تغسيل الرجال ماذا يعمل بهذا الميت الذي مات وليس عنده من يغسله يعمم يعمم بالتراب لأنه إذا تعذرت الطهارة بالماء فإن الله جعل التراب بديلا عنها قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فإذا تعذرت الطهارة بالماء فإنه يعدل إلى التيمم إلا أنه سبق أن الرجل يغسله الرجال والأنثى تغسلها النساء الخنثى المشكلة هذا لا يدر هل هو رجل فيغسله الرجال أو أنثى فيغسلها النساء فأمره متردد ماذا يعمل به قال ييمم بالتراب لأنه تعذر تغسيله بالماء لعدم معرفة ذكورته أو أنثته فييمم بالتراب بأن يضرب الحي بيديه على التراب ثم يمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرا وباطنا نعم قال ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم من يواريه الكافر يتولى جنازته الكفار ولا يجوز للمسلمين أن يتولوه أن يتولوا جنازتها أو يشاركوا في تشييعها أو في دفنها لا يجوز للمسلمين لأن هذا من الموالات قد قطع الله الموالات بين المسلمين والكفار فإذا مات كافر فإنه يتولى أمره الكفار ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يكون للكفار مقابر خاصة وإذا لم يكن لهم مقابر فإنه يدفن في البر يدفن في برية ولا يدفن في مقابر المسلمين لكن إذا لم يوجد كفار ومات هذا الكافر بين المسلمين فإنه يحفر له حفرة خارج قبور المسلمين ويدفن فيها يهال عليه التراب حتى يتوارى جسمه بالتراب ولا يترك جثته بارزة على وجه الأرض نعم أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم إخوتنا الكرام كان هذا آخر وقت اللقاء من شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه تحية من زميلي في عنبسة الصوت بخية بن خليفة الدوسري حتى نلقاكم نأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته